دعا المناسق والوطني للمجلس الوطني لأساتذة تعليم العالي ميلات عبد الحفيظ إلى عدم الإنصات للأصوات الداعية لمقاطعة الدراسة ونتقال أنها تهدف لخلق الفوضى داخل الجامعة وخلق عصيان مدني مصدره الجامعة وأكد على وجوب استئناف الدراسة بعد العطلة الربيعية المقدمة والممددة ميلات دعا الطلبة إلى الاستمرارية في دعم الحراك الشعبي الوطني بوقفات احتجاجية يومية لمدة ساعة واحدة ومسيرات داخل الجامعات كل يوم ثلاثاء والمشاركة بقوة في مسيرات الجمعة